لا أعتقد أننا سنكون أمام شيء كبير بالنسبة من الناحية العسكرية أنا أرى أن إسرائيل هي دولة قوية من الناحية القوة الجوية وأستطيع أن أقول أنها قاعدة أكبر أو أقوى قاعدة جوية في الشرق الأوسط ولكن في الحروب العسكرية الحسم العسكري أولا يعتمد على المشات أو الدروع يعني على القوة الأرضية وليس على القوات الجوية وتعريف العسكري للقوة الجوية هي القوة الساندة بينما القوة البري هي القوة الرئيسية المقاتلة لذا عندما نقارن قوة إيران بقوة إسرائيل من الصعب أن ننظر إلى أن إسرائيل أقوى من إيران استنادا إلى قوة الجوية لأن إيران أقوى من الناحية البرية ولإيران قوات في سوريا قوات في العراق وتستطيع أن تدفع بهذه القوات في لبنان أيضا وتستطيع أن ترد على الهجوم الجوي بريا هذا من الناحية العسكرية فماذا لو قصفت إسرائيل المواقع الإيرانية ما هو لجب أن نسأل ما هو الرد الإيراني أنا أعتقد أنه سيكون رد بري يمتد من لبنان إلى سوريا بل يمتد من العراق إلى سوريا وهذا ما يدفع قوة مثلا من حزب الله ومن قوة الحجد الشعبي تكون في محافظة الأنبار التي هي عبارة عن العمق الاستراتيجي للأراضي السورية ولا أريد أن أذكرك بحرب 73 عندما انتقلت القوات العراقية ولواء خالد بن الوليد من الأراضي العراقية عبر محافظة الأنبار ووصلت إلى دمشق هذه العملية ممكن تكرارها بدعم إيراني ولذلك أعتقد أنه إيران دولة قوية جدا وكما ذكرت في البداية أن كل هذه المعادلات بنظر الشخصي خاطئة وأن المعادلة الوحيدة التي تضعف إيران هي تاريخيا هي أن عراقا قويا كان يجعل هناك توازن دائما عراقا ضعيفا يجعل من إيران إمبراطورية قوية والتاريخ درس مهم في السياسة وفي العلاقات الدولية